أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا سيكون حول رفح استمار التهديد بالوعيد الإسرائيلي باقتحام رفح أيضا الحديث عن الضغط الأكبر على حماس خلال الفترة المقبلة على الجانب العسكري تحديدا و أيضا ما يحدث في الضفاء الغربية و رحب بداية بضيفي المحلل الاستراتيجي والعسكري لينضار أبو زيد المسأل خير رضا بيت سلام خلاة أستاذ محمد أهلا بك و سينضم إنا المحلل الأشرف العكي بعد قليل من مباشرة من نابلس في الضفاء الغربية شهدنا ما يحدث في الضفة الغربية في نابلس تحديدا في مختلف المناطق اقتحامات عدد كبير من الشهداء استهدافات تغيير على ما يبدو في نمط تعامل الاحتلال مع الضفة الغربية نعم أستاذ محمد بداية نسعد الله مسائك أنت ومشاهدين الكرام تكلمنا من نفض البلد و قلناها في أحد حلقات نفض البلد أن الضفة الغربية على سفيح ساغن وبالتالي كلما تصاعدت حدة المشاكل الأمنية في الضفة الغربية يتصاعد حدة رد الفعل لجانب الاحتلال أود أن نشير إلى أن مخيمات بلاطة و مخيمات نور الشمس و في طول كريم بالإضافة إلى مناطق الخليل تشهد عمليات يومية متصاعدة اليوم شاهدنا كمين مركب متقن بتكتيكات المقاومة الموجودة في غزة شاهدنا هذا الكمين في قلقيلية بالتحديد كان هذا الكمين في حي نابل ياسو وبالتالي هذا الكمين الذي عرضت له مقاطع أو عرضت له المقاومة مقاطع عديدة يشير إلى احترافية المقاومة و أن المقاومة لا تقتصر عملها أو لم تعد تقتصر عملها على قطاع غزة بل انفتحت في مناطق الضفة الغربية و أعلنت القسام مسؤوليتها عن هذا الكمين المركب في قلقيلية الآن أنا أود أن أشير إلى نقطة أننا نشهد يوم غدا هو الاحتفال بعيد الفصح اليهودي و الذي يستمر لمدة سبع أيام في هذا العيد بالتحديد يريد الاحتلال و أعلن أكثر من مرة إلى أنه يريد الاختراب أكثر من مسجد الأقصى و بالتالي يريد القيام ببعض الطقوس الدينية في مسجد الأقصى و هذا الأمر يبدو له قدسية و خطوط حمر لدى الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية و هذا أكثر ما يفسر أن الاحتلال صعد من القبضة الأمنية في مناطق الضفة الغربية قبل أيام شهدنا عملية كانت في مخيم نور الشمس و وقع على ثلاث العملية تسع جرحة من جيش الاحتلال بالتالي الضفة الغربية لا تقل أهمية عن ما يجري في قطاع غزة و أعتقد أن الأيام القادمة أيضا ستشهد عمليات أكثر للمقاومة في مناطق الضفة الغربية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن من يتواجد في جنين هي فصائل في كتيب الجنين هي فصائل تنطوي تحت كتيب الجنين من سرايا القسام من سرايا القدس و من القسام في طول كرم كذلك في مخيم بلاطة كذلك وبالتالي الضفة الغربية تشهد تصاعد و أعتقد أن ذهاب الاحتلال باتجاه تصاعد أيضا القبضة الأمنية في الضفة الغربية قد ينعكس على ردة فعل تنعكس على قوات الاحتلال على قبيل ما شاهدنا من كمين مركب اليوم و قبل ساعات من الآن في منطقة قلقيلية قلنا قبل عدة حلقات أن الهدوء الذي يتشهده المقاومة في قطاع غزة يبدو أنها تخطط لشيء ما قد يكون خارج قطاع غزة و بالتحديد في مناطق الضفة الغربية و بالتالي ما يحدث في الضفة الغربية من فصائل المقاومة تريد التخفيف عن المقاومة في قطاع غزة لكن قدرة الضفة الغربية لا تملك ذات السلاح الذي تملك المقاومة في غزة هذا جانب و الدخول و الخروج من الضفة الغربية أسهل بكثير لقوات الاحتلال من الدخول و الخروج في قطاع غزة والسؤال هل تستمر العمليات في الضفة الغربية و أنت تحذر من يوم الغد و الفصح اليهودي و القدس على أيضا على صفيح ساخن صحة نعم الآن هناك محددات في مناطق الضفة الغربية قد تختلف عن المحددات الموجودة في قطاع غزة المحددات تشمل المحددات الأمنية التعامل مع المقاومة في مناطق قطاع غزة الأمر الأهم الاختراق الأمني و الاستخباري لبعض فصائل المقاومة في مناطق الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة التسليح للمقاومة يختلف عن قطاع غزة إمكانية قابلية الحركة للمقاومة في مناطق الضفة الغربية تختلف عن مناطق قطاع غزة لكن هناك نقطة قد تكون إيجابية لصالح المقاومة في مناطق الضفة الغربية وهي إمكانية الوصول إلى الأهداف في مناطق الضفة الغربية قد تكون أسهل من الوصول إلى الأهداف في مناطق قطاع غزة لا نغفل عمليات الطعن التي قامت بها العديد من فصائل المقاومة في مناطق الضفة الغربية لا نغفل عملية الاقتراب من جنود الاحتلال في مناطق الضفة الغربية أكثر من مناطق قطاع غزة وبالتالي أنا أعتقد أن العمليات في مناطق الضفة الغربية قد تختلف نوعا وكمن عن العمليات في مناطق قطاع غزة لكن إمكانية الوصول إلى الأهداف في الضفة الغربية قد تكون أسهل من الوصول إلى الأهداف مع اختلاف طبيعة الماكنة العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية عن قطاع غزة مزيد من عمليات قد نشتها خلال الساعات المقبلة في الضفة الغربية أم أن عيد الفصح وكان الحديث أن عيد الفصح اليهودي قد يدلل أو قد يعطي مهلة أو هدنة غير معلنة من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه ما يحدث في الضفة والقطاع يعني لا أعتقد ذلك لأن من يمسك بالوضع الأمني داخل الضفة الغربية يختلف عن من يمسك بالوضع الأمني في قطاع غزة في الضفة الغربية يمسك الوضع الأمني وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو متطرف إتمار بن غفير وبالتالي هو من دعاة تشديد القضاء الأمنية ومن دعاة تنوع الخيارات الأمنية تجاه الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية لذلك نعتقد أن الضفة قد تشهد ارتفاع وليس انكفاض في العمليات خلال الأيام القليلة القادمة وخاصة في فترة عيد الفصح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك دعوات من اليهود المتدينين والمتطرفين إلى عمليات ذبح القداس داخل مناطق وداخل صحن المسجد الأقصى وهذا الأمر مرفوض لدى أهالي الضفة الغربية ولدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتالي أعتقد أن ذلك قد يشكل مواجهات أمنية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين قوات الأمن الاحتلال الموجودة في مناطق الضفة الغربية بعد فاصل سيضمين المحل السياسي لأستاذ أشرف العكي من الضفة مباشرة وإذن سنواصل الحوار ونتحدث عن نصائح المقاومة نعم إبانا محاورة الاحتلال أو خطط الاحتلال للدخول إلى رفح فاصل ومن ثم نواصل القوانة نواصل حوارنا وحديثنا حول غزة الآن وأسمعي ضل بك تعقيبك ورأي وجهة نظرك في موضوع رفح نصائح المقاومة تجاه ما يدور في محيط رفح في محيط قطاع غزة واقتحام أو محاولات أو تفكير الاحتلال باقتحام رفح أستاذ محمد بداية اليوم نتكلم عن اليوم 198 من بدء العملية العسكرية اقتربنا من اليوم متين والمقاومة لا تزال متماسكة وتستطيع القيام بواجباتها العملياتية في منطقة قطاع غزة عندما نتحدث ونقول أن محور نت سريل والذي تقدمت في قوات احتلال وحق هذا في العرف العسكري يعتبر خرق في منطقة العمليات من الشرق إلى الغرب بالتالي استطاع الاحتلال تحقيق هذا الخرق على محور نت سريم الذي يبلغ طوله 6 كيلو متر تقريباً و400 متر هذا المحور تردد كثير من الأنباء على أن قوات احتلال تحاول التوسيع شمالاً وجنوب هذا المحور بالتالي عندما نقول أن هذا خرق في العرف العسكري التوسع شمالاً وجنوباً هذا يعتبر توسيع أكتاف الخرق شمال وجنوب محور نت سريم لماذا يقوم الاحتلال بهذا العمل التكتيكي أو هذا العمل الميداني يبدو أن قوات الاحتلال تريد تثبيت محور نت سريم وبالتالي هي تخطط لما تكلمنا به أمس إلى سحب لواء نحال من محور نت سريم والدفع باللوائين الذي تكلم عنهم قبل أيام بأنه قام بتشكيل ألوية احتياط من المشاو والدروع ويبدو أنه سيقوم بالزج بهذه الألوية باتجاه محور نت سريم لمسك محور نت سريم الآن هي تعتمد على لواء نحال لتنظيف المنطقة حول محور نت سريم لتسليمها لألوية الاحتياط لأننا نعرف وندرك أن ألوية الاحتياط لا تكون بكفاءة الألوية النظامية من قبل لواء نحال هناك أيضاً معلومات تكلمت أو قد تكون استحوذت على وكالات الأنباء تحدثت عن إنشاء معسكرين على محور نت سريم أنا أعتقد ولا أميل بتحليلي أن هذه المعسكرات هذه قد تكون نقاط أمنية السبب في ذلك إذا ما ذهبنا إلى الخارطة وشاهدنا موقع كل المعسكرين الأول كان على تقاطع صلاح الدين نت سريم والثاني كان على تقاطع طريق الرشيد نت سريم بالقرب من مستشفى الصداقة التركي وبالتالي عندما نقول أن الاحتلال يعمد إلى إنشاء قواعد اثنين على مفترق طرق اثنين بمعنى أن الاحتلال يريد مسك كل التقاطعين لتحقيق هدفين رئيسيين الهدف الأول التحكم في حركة النازحين من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال والأمر الآخر هو يريد تأمين منطقة انطلاق لدورياته شمالاً وجنوباً شمالاً باتجاه غزة المدينة وجنوباً باتجاه انصرات إذن ما الذي قام الاحتلال بإنشاؤه؟ أنا لا أعتقد أنها معسكرات لقوات الاحتلال وإنما هي نقاط أمنية من قبيل قاعد الدوريات للاحتلال على مفترق صلاح الدين نتساريم وعلى مفترق الرشيد نتساريم وهذه القواعد اعتاد جيش الاحتلال على اتباع هذا النوع وهذا التكتيك أو هذا الأسلوب من العملية الأمنية ولو كان الاحتلال يريد إنشاء معسكرات أو واحد قواعد لمعسكراته على نتساريم لكان أنشأ معسكر في معسكر نتساريم السابق الذي كان موجود قبل 2005 وهو يدرك أن تفاصيل هذا المعسكر قبل 2005 قبل انسحابه من قطاع غزة وبالتالي نعتقد أن كل النقطتين ليست معسكرات بقدر ما هي نقاط أمنية أنشأها الاحتلال على مفترقات الطرق حتى يتحكم بحركة النازحين ويتحكم بحركة دولياته شمالا وجنوبا لمحور نتساريم وبالتالي يعطي قابلة حركة لقطاعاته على هذا المحور الأمر الآخر أو الخبر الذي قد يكون أيضا أخذ حيز كبير يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على كتيبة نتساح يهوداء هنا أود أن أقف حتى تتضح الصورة للمشاهد هذه الكتيبة كتيبة نتساح يهوداء التي فرض عليها الجانب الأمريكي عقوبات اليوم واعترض وزارة الدفاع الاحتلال اعترضت كثيرا على هذه العقوبات هذه الكتيبة تعتبر من الكتائب المتطرفة وقامت بانتهاكات في مناطق الضفة الغربية كانت هذه الكتيبة تتمركز في رامالله الآن هي تتمركز في جينين وهي أحد كتائب لواء كفير سيئ الصيت بالنسبة لأهالي الضفة الغربية وهذه الكتيبة تضم عناصر من اليهود المتطرفين لذلك تم فرض العقوبات والعقوبات تندرج في إطار العمليات والتدريب هذا فيما يتعلق بمجمل منطقة العمليات سواء في الوسط أو الشمال أو فرض العقوبات على الاحتلال وبالمناسبة هنا أود أن أقف وأشير إلى نقطة في كل المقاطع التي نشرها الاحتلال عن زيارات لضباطه أو عن وجود عناصره في قطاع غزة كان هناك أمر ملفت أن في كل المقاطع يقوم الاحتلال بإخفاء وجوه الجنود أو الضباط الذين يكونوا متواجدين في المقاطع المصورة هذا الأمر يقودنا إلى عملية العقوبات التي فرضت على كتيبة نتساح يهداء الاحتلال يدرك تماما أن جنوده يرتكبون مجازر في قطاع غزة وبالتالي لا يريد إظهار وجوه جنوده في المقاطع المصورة حتى لا يتم الاستناد عليها أمام المحاكم الدولية في الانتهاكات أو في المجازر التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال وهذا ما يفسر سبب إخفاء وجوه جنود الاحتلال في المقاطع الذي يبثها جنود الاحتلال قد يتبادر سؤال إلى ذهن المشاهد أن المقاومة أيضا تقوم بإخفاء وجوه عناصر المقاومة عند بث مقاطعها هنا الأمر يختلف أن المقاومة تقوم بإخفاء وجوه عناصر المقاومة لأسباب أمنية وليست لأسباب تتعلق بانتهاكات أو بمجازر قد يستند إليها في المحاكم الدولية مستقبلا فيما يتعلق بالحدث الأبرز وهو منطقة رفح لا بك تخيل إياها رفح لبكرة هيك أبدا أنت أنا مشكلة فقط على عجالة ولا أريد أن أود أن أشير إلى نقطة قد تكون غاية في الأهمية ويجب على المقاومة أن تكون حذرة من نقطة رئيسية تجري الآن في رفح ما يجري في رفح من عمليات قصف ومن عمليات استهدافية ليست عمليات قصف تمهيدي في العرف العسكري القصف التمهيدي يشمل الطيران والمدفعية ما يجري الآن هي عمليات بيك أب انتقائية يقوم طيران الاحتلال بانتقاء بعض المنازل في مخيم الشابورة أو في الحي البرازيلي أو في حي تل السلطان واستهدافها هذا يشير إلى أن الاحتلال يريد تليين الهدف قبل انطلاق عملية رفح ويبدو أن هناك عناصر بشرية أو عملاء أو مصادر تعمل للاحتلال في مناطق أو في مسرح عمليات رفح يستند الاحتلال في معلوماته وفي استهدافاته في رفح على هذه المعلومات التي تأتي من هذه العملاء أو هذه المصادر نعم أشكرك كل شكر المحل استراتيجي والخبيل عسكري أبو زيد كان من أصل أن ينضمني على الأسدى أشهر في العكة لكنه لم يتمكن من ذلك لأسهب تقنية أشكرك كل شكر كل شكر أسدى أبو زيد